يوصل النظام السوري استغلال حصاره لأحياء درع البلد التي لا تزال تضم عشرات آلاف المدنيين من أجل تحصيل مكاسب سياسية عبر شروط جديدة لفرض الاستسلام على الأهالي وفرض إرادته على المنطقة بالقوة مصادر محلية أكدت أن اللواء الثامن التابع للجانب الروسي في جنوب سوريا نقل في اجتماع جرى مؤخرا لوفد اللجنة المركزية المفاوض عن أهالي درع البلد المحاصرة عرضا جديدا طرحه ممثل النظام لفك الحصار تضمن بحسب المصادر الاعتراف بعالم النظام كعالم معترف به لكل سوريا والاعتراف بجيش النظام بأنه المسؤول عن أمن سوريا والاعتراف ببشار الأسد رئيسا شرعيا منتخبا لسوريا كما تضمن وفق المصادر تفتيش أحياء درع البلد بإشراف الشرطة العسكرية الروسية بحثا عن الأسلحة الخفيفة ويرفض شبان درع البلد تسليم سلاحهم الفردي لقوات النظام بينما يسر النظام على تجريد الأهالي من كل الأسلحة ليسهل عليه الدخول إلى درع البلد وفرض سيطرة مطلقة وكسر إرادة أهالي الأحياء الخارجة عن سيطرة النظام بشكل فعلي منذ عام 2011 بالتوازي مع محاولات النظام دفع الأهالي للقبول بحل أقرب للاستسلام يواصل الضغط على المحاصرين هناك وعلى الوفد المفاوض عنهم حيث واصل قصف أحياء درع البلد بشكل عنيف بقذائف الهون وبصواريخ أرض أرض والمدفعية الثقيلة في خطوة تمهيدية لاقتحامها على صعيد الأزمة الإنسانية تستمر مأساة ألاف المدنيين المحاصرين في درع البلد حيث تفتخذ الأحياء لمقومات الحياة من الغذاء والدواء والماء والكهرباء أما النقطة الطبية فلا تزال خارج الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات النظام بداية الحصار كل ذلك يجري وأهالي درع البلد يسرون بحسب المصادر على الدفاع عنها حتى الرمق الأخير بالرغم مما يعيشونه يوميا من مجازر وسفك للدماء على مرأة من العالم أجمد ترجمة نانسي قنقر